مرحبا بكم في قناة أرض الخبر عاش حيديور المخزن بمدينة تيتوان على وقع تصرف لا إنساني حيث أقدم شخص على إدرام النار في منزل طريقتي وأم ابنه وحسب مصادر محلية فإن الحريق تسبب في خسائر مادية فادحة للضحية وطفلها البالغ من العمر ثلاث سنوات ونصف حيث أتى على جميع ممتلكات المنزل فضلا عن أضرار نفسية كبيرة وعن سبب إقدامه على هذا الفعل الإجرامي كشفت نفس المصادر أن المتهم انتقم من طليقته بعد أن حكمت عليه المحكمة بالحبس بسبب امتناعه عن أداء النفقة حيث أحرق منزلها مباشرة بعد خروجه من المؤسسة السجنية وفي سياق الحديث سارعت الشرطة الأمنية بالدائرة تسعى إلى اعتقال المعني بالأمر قصد التحقيق معه في المنسوب إليه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر